خلينا نروح لكرة السلة نروح لإسكندرية إسكندرية بيقوم فيها تصفيات المنطقة الخمسة الأفريقية مصر أغندا المغرب رأس الأقدر منتخب مصر ماشي كويس كسب مبارايتين فيه مباراة تتلعب دلوقتي مع المغرب ده عمر الجندي لعبنا بمنتخب مصر الحقيقة حققوا نتائج طيبة جداً والثلاثي بتاعنا بيحقق لهو عمر الجندي وعمر طارق وهاب أمين بيحققوا أو بيعملوا أرقام مع المنتخب ونتائج جيدة جداً جداً فلو بصينا على ماتش لو بصينا مثلاً على أهاب أمين كان أفضل مسجل لمنتخبنا في ماتش أغندا واللي خلصنا بفرق ستة أو النتيجة خلصت بستة وتسعين سبعة وسبعين أهاب أمين حط في الماتش ده خمسلاشر بونت عمل اربعة باوند عمل اتنين أسست ده أرقام كبيرة هتقول لي يا كابت انت مع أربعتاشر بونت ده أو خمسل بونت مش رقم كبير مع المنتخب لا رقم كبير مع المنتخبات لأن انت معاك اتناشر لعيب جمدين فانت لما تحط خمسل لعيب خمسلاشر بونت مع فرقة زي دي أو منتخب كله لعيبة جمدة بيبقى أسكوره عالي يعني الأسكور الكبير حاطت أو الكتوب سكورر حاطت خمسل بونت في المنتخبات الباسكت خمسل بونت ده الرقم طيب هنروح لمباراة الرأس الأخضر تاخد لصالحنا واحد وتسعين 82 قدر رعيبنا عمر الجندي يبقى سكتوب سكورر للفريق 17 بونت 5 رباوند 4 أسست أرقام كويسة جدا وزي ما قلتلكم أن النادي الأهلي السنة دي أو بقاله سنتين تلاتة الصفقات اللي بتيجي بيكون صفقات من العيار التقيل الصفقات بتيجي تعمل الفارق ما شاء الله لعبتنا عاملة يعني إنجاز مع منتخب مصر يتمنى إن شاء الله التوفير لمنتخب مصر في ويندو تانية تتلعب لمنتخب مصر عشان تصفيات بس إحنا كده بشكل كبير إن شاء الله يعني بإذن الله هنتقاهل بطولة أمم أفريقيا